الدكتور محمد عطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي إحدى شركات القبضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أكد على توفير اللحوم المجمدة والتزجة بكميات كبيرة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه الإبلي وأضاف أنه بيتم توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بتتروح من 15% ل20% ده بجانب توفير الشركة العامة للجملة للمنتجات في محافظات الوجه البحري ودكتور علي المصالحي وزير التموين كان طالب باستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي لهذه السلع الأساسية بشكل مستمر وتوفير الكميات المطلوبة من منتجات اللحوم والدواجن في كافة المحافظات